اه تعالوا فقا نروح على ايه الحتة التانية بتاعت اخر جزء النهاردة هو اكبر جزء استراحة يعني ربنا يسهل ايه واندينا كده الصحة كده ونخلصه بسرعة يعني خلصه قصدي في الوقت اه ولو تبقى حتة مش مشكلة ممكن نعملها في بداية المرة الجاية طيب الموضوع بقى ايه البيوت تيبلز وطبعا ايه احنا البيوت تيبل زي بقولك انا قد يكون بعضكم اشتغل عليه قد يكون بعضكم معرفوش اوي او يعرفوا كده معرفة سطحية فهنحاول يقام ايه اللي عار يكون هؤلاء معرفة دي اللي عارف معرفة سطحية نقوي علاقته بي شوية اللي ما عارفوهش خالص يبقى ايه يستفاد من الموضوع بشكل اكبر النقطة كلها ليه بيوت تيبلز لانه البيوت تيبلز لانه البيوت تيبلز وانه النهاردة وانه التى قليصي انا ا Labour cabinet��� قا stabil لك احديof مليون افرو مافيش حال غير therap missed pivot table للانه الحس احضر لك مليون رو متى كانوا Bilwa لما ادي لك عشرة مليون هتعمل بهم ايه؟ ما اشتعفت بهم حية غير ان هم يطلعوا في الاخر على Pivot Table. فلازم يبقى عندك at least some basic knowledge على Pivot Table. سواء شغال Power Query او شغال Data Model فيه امور كتير جدا مقدمك حل غير انك تستخدم Pivot Table. كمان ال Power BI رغم ان انت عم انا قولك Visual و Interactive وبتاعه لكن عنده Visual برضو اسمه Matrix وما هو الا Pivot Table في النهاية. عنده اتنين واحد اسمه Table والتنين اسمه Matrix والاثنين ما هم الا في النهاية Pivot Table بس ايه يعني متدلع شوية عشان هو في ال Power BI وكده. لكن لازم يكون عندك ايه معلومات عنه طيب. دي الحاجات هنتكلم عليها على Pivot Table. هنتكلم على ايه فوائدها بسرعة. هنتكلم ازاي ن Create and Design. وهناخد عليها تمرين عملي. هنشوف حاجة Reformation Update. برضو مثال اخر Group of Fields. مثال تالت. نشوف Value As. مثال رابع. واخر حاجة حابة Tips and Tricks. حاجات كده خفيفة برضو ايه ممكن تفيدك في وليها برضو مثال صغير في الاخر. طيب اول حاجة استخدمات Pivot Table او مزايا Pivot Table طبعا يعني على عكس انت ممكن تكون متخيل هي It's very user friendly. Data analysis tool سهلة جدا التعامل معها مش محتاج اي احترافية. مجرد بس انك تفهم الconcept ماشي ازاي. والباقي كله drag and drop ولا محتاج تكتب formulas ولا اي حاجة خالص. Minimal effort بسرعة جدا you can get valuable insights. تقدر تطلع حاجات من data بتاعتك بمجهود قليل ووقت بسيط. زي بقول class formulas مفيش تقريبا formula خالص. مش محتاج تكون خبير في ال some ifs ولا عبقري في بقية ال excel functions عشان تعرف تعمل Pivot Table performance احسن بكتير من ال functions. بيصغر file size. بيupdate بمغرد refresh. لو عملت شوية تزودت حب ال data ولا بتاع او غيرت شوية data. مغرد انك تعمل refresh بيupdate لوحده. انا رأيي بيقل الاخطاء. زي ما اتفقنا موضوع formulas. ساعات انت بتبقى مختار range وترجع تعدل فانت عملش update للrange. ساعات مش عارف حاجات زي كده. الكلام ده كله في Pivot Table اقلب كتير. في drill down capability. يعني انت لو تراعك رقم ومش عارف جي منين او مستغربه. double click على السل اللي فيها الرقم ده. هيدي لك breakdown بكل الحاجات اللي كونت الرقم ده من جوة Pivot Table. ودي حاجة ضريفة قوي لو انت عايز تعمل audit. كمان نفس capability اللي موجودة في التابلز. ان هو بيساعدك انك تعمل quick formatting. اعمل style بتاعه قدر احدده بسرعة من غير ما اقعد الاون sell by sell column by column او border by border. لا باخد حاجات ready made. وبرضو بيدي لك امكانات انك تعمل انك تعمل custom style لو انت عايز تبني بنفسك ال style اللي انت عايزه. واخر حاجة زي ما اقولك اذا مست مع ال power pivot ومع data model ما قد مكش حل انك تطلع اي حاجة الا على pivot table تعا نبدأ في اول جزء pivot table create and design هنشوف ازاي نعمل pivot table هنشوف ازاي ممكن تديله اسم احنا ايه لما كده ما ينفعش انا يجيدي طفل اسمي ايه طفل واحد وطفل اتنين طفل اتنين وطفل تلاتة لازم نديهم اسامي. نفس الكلام ال pivot table والتابل. ربنا ارزقك بال pivot table تديله اسم على طول. ما نفعش تقول انت اسمك pivot table. لا بقى اسمه حاجة اسمه sales pivot table sales report cost report اسمه اي حاجة expenses report هنشوف كمان ال pivot table وحنشوف كل ساكشن فيها بيشتغل ازاي وحنشوف حتة كده على layout ودزاين بتاع ال pivot table طيب ازاي كريت pivot table منتقل بساطة عندي data set proper data set زي ما اتفقنا متضبط ال columns و متضبط ال rows ومفيش بلانكات والهيدلز بتاعتك تمام ومفيش subtotals ولا كله توقف عليها في اي حتة وتروح على ال ribbon اللي اسمه insert على الشمال حتة اسمها tables وتختار pivot table وتقول له from table or range هيعمل لك على طول ال pivot table automatic او تستخدم shortcut اسمها alt n v هيفتح لك بقى ايه نفس ال بدل ما تعملها بال menus هتعملها بال shortcut هيفتح لك ال table او ال windows الصغيرة اللي على اليمين دي هيطلب منك او هيأكد range انت مختاره وهيقول لك عايز ال output بتاعك في new work sheet ولا existing work sheet وبتختار المكان اللي انت عايز فيه ال table بتاعك وتدوس اوكي وايه على طول هيعمل لك ال pivot table وانس اني بقى عندك pivot table زياني بقول لك اول حاجة اقول لك والله ده pivot table اسمه pivot table 1 وطبعا التاني هيبقى اسمه pivot table 2 والتالت pivot table 3 بعد شوية تيجي ترجع للحاجات دي هتبقى العملية ايه صعبة جدا انت ممكن تعمل سليسر يشتغل على كذا pivot table وقصة كده فهيبقى ايه المساميات تضرب في بعض هتبقى العملية مش حلوة خالص فهي ريكماندد is not a must لكن هاي ريكماندد ان حرك اول ما تدي تتكاري البيوت تيبل عطول تروح ما تدي له ايه اسم بشكل مباشر تدي له اسم منين من البيوت تيبل اللي هنشوفها دلوقتي اول ما بتتعمله برضو فيه سمارت ريبن بيطلع كده اسمه ديزاين باع الشمال خالص هتلاقي حتة دي اسمها البيوت تيبل الواندة الديفولت نيم بتاعه يسماه كده البيوت تيبل نيم هتروح داخل اللي مدي له اسم واندوس enter هتلاقي الاسم تلاقي لك مكان كده يسماه هتلاقي لك الاسم من أنت اختارته طيب الحاجة اللي بعد كده لما هتكاريت البيوت تيبل وانت واقف عليه هتلاقي برضو بيظهر لك الويندو دي تلاقي تلاقي الويندو دي اللي انت شايفه اسمها هاتا بإن كانت ودي هيظهر لك فوق في السكشن الفقاني كل الهيدرز بتاعت الكولومز بتاعتك فده مثلا ايه مثلا هنشوفه دلوقتي عندي الديت والشانل والسيتي والبروترز كل دي اسامي الهيدرز وتحتها هتلاقي السكشن ده هتلاقي حاجة اسمها يعني ويندو كده او مربع متقسم اربع مربعات كل واحدة فيهم بتشتغل بشكل معين ودي عن طريقها بابني ايه بابني البيفو التابل بتاعي فبختار بقى من الليستة اللي فوق دي من الفيلز دي وروح من drag and drop اربعة دول عشان اكون البيفو التابل بالشكل اللي انا عايزه لو انا ممكن خد بالك جنبهم زي كده ايه checkbox كده لو انا عملت click على ال checkboxes دي هتروح على طول automatic في الاماكن دي وهتروح ازاي هتروح حسب طبيعة كل واحدة فيهم بمعنى ايه ان انا لو اخترت date او date hierarchy هيروح في ال column لو اخترت اي حاجة text هتروح في ال rose لو اخترت value numbers هتروح فين هتروح في ال value ده بشكل automatic ممكن تشاك عليهم كلهم وترجع باكات تغير تاخد drag وت drop من هنا الهنا ممكن او من البداية على طول تسحب اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه من الاول خاص دي zoom شوية بقى على ايه اللي اربعة sections دول اول حاجة الفيلتر ايه الفيلتر ده بيعمل ايه ده بيسموه top level report filter بمعنى ايه لو انا في المثال اللي انا كنت حطه ده لو انا عندي مثلا ال cities عندي مثلا خمسة cities وجيت خطة city دي حطتها في الفيلتر فهيعمل لي filter بيكونترول كل ال report على ال city فممكن اختار مثلا ساعتها جدة مثلا لو اخترت جدة هيبقى كل report بتاعي باصس بس على معلومات بتاعة جدة لو اخترت المدينة هيبقى report بتاعي كله باصس على معلومات المدينة وهكذا تمام هنشوف برضو الكلام ده ايه عملي دلوقتي بموضوع ايه بسيط خلص ال columns او ال rows الاتنين بيشتغل نفس الطريقة لو حطيت اي حاجة في column او في row automaticly هيعمل unique list هيخلق unique list طبعا مفهوم يعني unique list انا مش احنا مثلا ساعات بنيجي عايزين نعمل مثلا report على segments مثلا او channels او حاجة زي كده بنعمل ايه بناخد بنعمل لازم اول حاجة unique list من الحاجة دي صح عشان ما جيعمل summary duplication في مثلا مدينة مثلا سيجمنت موجودة مرتين في نفس ال report هيبقى الرقم واحدة فيهم مش مظبوط او واحدة فيهم عمل duplication فاول خطوة بتعملها تعمل unique list لو انا عندي في data بتاعتي مثلا 1000 transactions اتعملوا على channel مثلا معينة او على segment معينة يبقى انا لما اجي اعمل summary للchannel دي محتاج اسمها يكون قدامي مرة واحدة ده اللي بيعمله ال column او بيعمله ال row لما حط حاجة في column او في row بتcarry unique list of the value لكن لو حطيت حاجة داخل values وده في معظم الاحيان هتوقع منك انك تحط ارقام داخل section بتاع value اللي هيعمله انه هيعمل aggregation تجميع والتجميع دي ممكن تبقى كذا نوع من التجميع ممكن يبقى عن طريق sum sum يعني جمع او عن طريق ممكن اختار انا يبقى average ممكن اختار اختار كل داخل من aggregation sum او average او count او max او min كل داخل من aggregation لكن لو حطيت text غير numbers فالdefault بتاعها انه يعمل count للتجميع وليست حال تاني مش افتج مع التجميع لكن هو ممكن اخصى حاجة يعمل لها انه يعد لك التكرار بتاع التجميع كان موجود كم مرة تختار styles من على يمين هنا و عندك banded rows وال banded columns تختار منهم و عندك حاجة اسمها layout و دي مهم شوية لان في حوائي 3 layouts ممكن تستخدم هم في pivot tables كمان ممكن تcontrol totals والsub totals تظهر او تخفيهم ممكن تعمل حاجة اسمها blank rows تسيب اماكن فاضية مبين sections و ممكن تعمل حاجات ضريفة من section layout فتعال ايه عشان من نعود الموضوع يفضل رايح جاي كلام تعال نحط المثال العملي ده مطلوب ان احنا نعمل تقرير ده table زي ما انت شايف يا proper data set عندي 1 2 3 4 5 columns و حوالي 6000 line 5900 و دي زي sales transaction من شركة بتبيع عجل دراجات و ادوات الدراجات و components مختلف للدراجات و عندك المعلومات الموجودة تاريخ البيع اللي حصل يعني كل واحدة من دول تم مثلا عملية بيع اول واحدة مثلا في 1 1 18 ال channel تم فيها البيع عندي مجموعة من channels لو حاولت كتبص عليهم دور to door و key accounts و retail و wholesale و عندي مجموعة من المدن الطايف والدمام وجدة و مدينة و مكة و الرياض و ينبع و حوالي 25 product من المنتجات المتعلقة بالعجل و quantity اللي تبيعت و sales او value بتاعت البيع و مطلوب ان انا اعمل sales report بالdata دي عن طريق pivot tables فزي ما قلنا عشان اعمل طبعا دي 100% لو قلت ctrl a دي ما انت شايف هوا يختار ها لك 100% فهو انت واقف جوه اي cell جوه range اللي انا مزبطين وعملين وده و عايز اعمل pivot table عندي اختيارين اروح على insert وعلى الشمال حلاقي tables اختار pivot table وممكن اقول table orange فهيدين الويندو انشاء pivot table او استخدم shortcut alt n v وداني على المكان ده ومستني مني عايز from table ولا from external data source فانا ايه هقوله t زاد بعد version الجديدة زوده t دي مكادش موجودة قبل كده واختصر الويندو دي على فكهة اكبر من كده لكن هو اختصرها وخلى فيه خطوة زادة في النص طيب الواحد وزي ما انت شايف علم على range وادقال لك ادي اسم الشيت اهو بدأ باسم الشيت وبدأ من b2 ومنتهي عند g 531 فاختار range مظبوط 100% والdefault new worksheet انا احاول لا انا اعجز في ال existing worksheet وعشان اختار المكان انا اعجز ادوس على السهم اللي 6 ولا 5 وبعدين تقول له ok فكده انت انشأت على طول pivot table automatic لوحده اول ما انت واقف على pivot table هتلاقي pivot table fields دي ظهرت بشكل تلقائي وهتلاقي بص فوق فيه اتنين ribbon او اتنين قوائم زاد وما كانوش موجودين pivot table analyze والتاني اسمها design وكل واحدة فيهم لها استخدام هنعدي على بعضهم واحنا ماشيين دلوقت اول حاجة اتفقنا عليها اقولنا ايه ربنا رزالنا pivot table اول حاجة نديره اسم فأنا مش هسيبه كده pivot table one انا هتديده اسم وهسمي let's say sales report فروحت على pivot table name وكتبت اسمه ودوست enter هتلاقي الاسم كمان ظهر هنا وده دي فواية كتيرة وحتبان بالذات لما نيجي نشتغل على موضوع dashboards ده والحاجات دي حيبان قوي قد ايه الموضوع ده ممكن يفرق طيب على الشمال هذه pivot table list موجودة زي ما انت شايف لزقة كده في الجزء اليمين ده لكن انت ممكن تاخدها وتحركها يعني انت ممكن تطلعها كده بالماوس وتدرج وتكبرها وتصغرها ولكن ورجعتها تاني لمكان بتاعها هترجع مفيش مشكلة زي ما اتفقنا اللي انت شايف على يمين ده ما هو الا الكلومز الموجودة هنا add date channel city product name quantity sales هم هم بالظبط كل الحاجات اللي كانت موجودة في الكلومز هنا في الهيدر stat column فانا عن طريق ان انا اعمل drag و drop في 4 اقسام دول اقدر اعمل report بشكل انا اعيز فتعال نبدأ اول حاجة مثلا تعال نجرب نعمل report بالcity عايز اشوف مبيعات كل مدينة من السبع مدن الموجودين في الجدول ده فعشان اعمل كده هاخد city هي موجودة هنا اهو هاخد city ويا اعمل check زي ما انت شايف كده راحت احنا قلنا عشان هي text ال data type بتاع city is text فايه راحت بشكل تلقائي على المكان بتاع rose صح او كان ممكن unchecked اخر وممكن اخد ها وعملها drag وحطها في rose واسبها هتلاقي عمل ايه عمل unique list كم لو عدناهم يطلعوا كم واحدة هيتلاعوا سبعة لو انت اختارت هنا كما اتفقنا كانوا كم line هتلاقي خمس تلاف 929 line تقريبا فهو راح اختار ايه خد بعمل unique list باسامي المودل الموجودة في database بتاعتك في table بتاعتك دي اول خطو يبقى انا لو عملت الكلام ده خدت الستي دي هطف الcolumn هعمل نفس الكلام برضو بس بالعرض هطغال ايه زي ما انت شايف بالعرض لكن برضو unique list نفس اللي عمل هنا هو اللي عمل هنا من غير اي اختلاف فخلينا في الروز طبعا شكل report احلى وهي موجودة في الروز الخطوة اللي بعد كده انا اعمل تحليل او اعمل تقرير للمبيعات فمحتاج اجيب الcolumn جديد انشئ اسمه sum of sales وكل اللي عمله ما هو الا اجريجيشن عمل تجميع والتجميع ده تم عن طريق function sum كأنه عمل بالزبط كأنك بتعمل sum f على الexcel environment العادية فجي جمع لك كل مبيعات الطايف حطها لك في line واحد كل مبيعات الدمام في line واحد كل مبيعات جدة مدينة مكة وهكذا وعملك الاجمال العام او grand total موجود تحت في الاخر طيب يبقى ده كده ايه ازا ما اتفقنا الdefault لما بحط number جوه الvalues بيعمل aggregation والaggregation الdefault بتاعه بيكون sum عشان ده number طيب افضل انا مش عايز sum عايز حاجة تانية مفيش مشكلة ممكن اقف value buy ومدي لك ايه كذا option count average max من زي ما انت عايز فلياكم مثلا count فانتحول بدل المكان اجمالي المبيعات تحول number of transactions number of lines بالتالي ظهر الطيف زارت في cam line دمام زارت في cam line وهكذا طبعا يفضل sum of sales في الوقت الحالي مفيش مشكلة خد بالك ده ممكن تعملها مرتين انا ممكن اخد sum of sales انا ممكن اخد sales تاني وحطها مرة كمان ادى لك نفس نتيجة بالزبط لكن ممكن بقى الوقت اغير واقول لا انا عايز المرة دي لو سمحت summarize value by count فكذا عندك التقرير بقى في اجمال البيع وايه عادل transactions اللي حصلت في كل مدينة من المدون طبعا زي ما انت شايف الارقام شكلها مفاركش فمحتاجين نعملها number formatting الناس كلها بتعمل ايه بتختار range ده كله وإما يروح على الحتة بتاعة الhome عند numbers ويختار بقى ايه يختار من هنا number format وده بيبقى زي formatting للcells يعني عمل format للrange ده الpivot table اضرف من كده يعني انت لو عملت كده تعال نجرب نعمل مع بعض مثلا ناخد والله دي عملها currency مثلا فتمام وده كنا عايزين دي معاها حاضر اهو قاعد currency خلاص عملها currency الامور تمام طب افرد انا زودت في report شوية فجيت مثلا ايه قلتله والله انا عايز كمان city وعايز channel فجيت حطيت channel تحت city مثلا او فوق city خليها فوق city فبقى عندي door to door وبقى عندي ايه زي ما انت شايف كده ايه مش كل المش معك مظبوط ليه لاني كنت عامل المش لال cells لكن لو رجعت عملت undo ورجعت المنظر الاصلي خالص قبل المش وعملت click هتحي واختارت هنا currency من هنا في هذي الحالة وقلت بلاش decimal places الحالة دي الفيلد كله خد بالك مختار sale واحدة هو عمل كله الفيلد كله اللي اسم sum of sales بقى على طول ماشي معايا المنظر فورمات ده فلو زودت بقى حاجة زي channel قولنا نحط فوق هتلاقي ايه جاي معك مظبوط طبعا دي self-formatting والحاجات دي فدي ايه بسيط طيب احنا زي ما اتفقنا قلنا قلنا انه زي ما عملنا unique list بالcity ممكن نعمل unique list بالchannel نفس الكلام اربع حاجات اهم وممكن تبقى unique list multi layer فلو خدت زي ما عملنا دلوقتي الcity تحت channel هيبقى عندي دور to door الطايف وعندي key account الطايف وعندي retail الطايف وهكذا كل واحدة من دول في الاخر الكلام كله على بعض اذا unique list حتى لو انا شايفت الكلار هنا بس الطايف جوه دور to door غير الطايف بتاعت key account وهكذا فستيل بيعمل برضو موضوع unique list ده شغال ولكن يعتبر في الحالة دي لو انا مختار اكتر من column في الحتة بتاعت الروز يعتبر شغال معايا multi level او multi layer unique list فده كده ايه ده بالنسبة لموضوع انشاء وتصميم الجداول طب تعال نشوف مثلا موضوع خير نكمل ناخد موضوع الفلتر لو انا جيت خط date وحطيت على الحتة بتاعت الفلتر هتلاقي عمال لك زي ده تكلم عنه حاجة top level filter طبعا هو هنا من يوم 1 ل31 يناير 2018 وقدر اختار اليوم اللي انا عايزه فلو اخترت مثلا يوم 2 الريبورت بتاعي كله هيبقى باصص على يوم 2 تعال نحط ال city في ال columns علشان ايه يبقى الريبورت او اسف ممكن نعكس خلي التشانيل كده ودي كده يبقى الريبورت اسهل ان احنا نتفرج عليه طبعا انت شايف موضوع بسيط جدا انا ايه مجرد ب drag and drop بجيب حاجة من هنا الريبورت بتاعه شكل بتغير على طول وزي ما انت شايف انه انه الريبورت المترجم منكمل معاك رغم ان انت اختارت سلزم مختلف طيب الوقت انا اختار يوم 2 واحد اختار اكتر من date بختار select multiple items ويبعلم على التواريخ اللي انا عايزها فبيدي لك multiple items مشكلتها ان انت هتبقاش عارف ايه الائتم المختارة غير لما تفتح لو انت واقف كده multiple items ممكن تبقى اي حاجة فانت مش عارف ايه ده عشان كده انا بفضل برضو في ال pivot tables نشتغل بslicer او في حاجة تانية اسمها timeline يعني وانت واقف على pivot table analyze هتلاقي فيه insert slicer بالضبط اخو بتاع ال table بس هشتغل على pivot table المرة وفي حاجة اسمها timeline ده بس بيشتغل مع field بتاع date شبه الثاني يعني مش لدي نفتحه دلوقتي هنجيله later في حتة حتة الماء لكن نفس فكرة ان انا بعمل filtration على days بس بشكل visual ده كده بسرعة موضوع بتاع ان انا انشئ pivot table وديله اسم وديزاين ال table عن طريق ان انا اختار drag و drop في الاربع اقسام دول تعال نبص على design لو روحت على التاب اسمها design دي وزي ما انت انتفقنا نفس الفكرة عندي light medium dark ممكن اختار حاجة لطيفة تبقى ممكن على فكرة اشيد خالص يعني ممكن non دي تقريبا مفيش يعني almost مش حطت حاجة خالص وممكن اعمل custom انا كنت اجرب انا اعمل custom برضو نفس الكلام new pivot table style وحتبدأ تمشي على section section وتعمله المترجم وتديله اسم وانا زي ما انت شاه اعمل ايه حاجة كده كنت نسميها اعتقد مش عارف blue header او حاجة ايه section التاني في نفس الحاجات اللي كانت موجودة برضو اللي هو موضوع ان انا اعمل banded rows او ان انا اعمل banded columns ممكن لاثنين بس هيبقى زحمة قوي فاخترلك حاجة فيهم حسب انت محتاج مين فيهم الجزء الاخير اللي هو وتعالى نبص على section اهم حاجة ال report layout عندي ثلاث انواع من report layout compact format ده حاجة شايفه اللي انت شايفه قدامك ده compact format وده default لما انت تشتغل على طول بتديك المنظر ده فيه الثاني اضرف شوية اسمه layout format خد بالك هنا كتب لك حاجة اسمها role label لان انت عندك هنا في two levels مش مدياك قوي مش معبرة عن الدنيا قوي لكن لو من layout ده اخترت حاجة اسمها show in outline form هتلاقي اسمها لك على two columns كل level بقى في column وكتب لك اعرف من column اسمه channel وده اسمه city فدمها اخف شوية في واحدة تانية شبهها شوية اسمها tabular form بتدي لك نفس impact لكن default بتاعها ان subtotal موجود تحت يعني انت هنا في outline الموجود فوق زي ما انت شايف اهو خلينا اختار layout ثاني فهتلاقي subtotal هنا باين اهو كان موجود فوق فده اسمه ايه اسمه outline form tabular form هيحط لك subtotal تحت يعني فرق مش كبير لكن انا افضل دايما ان اشتغل على outline report outline style layout outline عشان ابقى شايف الموجود اداني هنا مثلا اكتب لي الكلمة اللي اسمها row label دي مالهاش اي معنى ولا مفيدة في اي حاجة ممكن كمان بعض options موجودة هنا اعمل insert blank lines فلو عملت كده هعمل لك فاصل بين كل section والتاني فاول جزء ودور تدور بكل نتا بتاعته واسهب لك section فاضي وبعدين كمل وهكذا لغاية الاخر ممكن كمان اقول له remove من نفس المكان ممكن من ليه اودي اقول له repeat all items لو انا عايز دور دور تتكرر معايا لغاية الاخر ممكن اعمل كده او 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 اعتقد ملاش لازم قوي فممكن اشيلها كمان موضوع subtotal ممكن اتحكم في do not show subtotals خالص ممكن اقول له خليها at the bottom ممكن اخليها at the top زي ما انت عايز او grand total ممكن اقول له يعني لو اعتقد ال city او channel في column بيطلع عندك grand total في اتجاهين ممكن اقول له لا والله مش عايزهم خالص off rows and columns او لا اعايزها في بعض في rows او في columns وحدها زي ما يكون مفيد بالنسبة وفي columns فده كده يعني سريعا ازاي ممكن تعمل pivot table وازاي ممكن تنافيجي through pivot table وتعمل شوية layout سريع وnumber formatting والحاجات الخفيفة لها